تعيش الجهات الغربية الجنوبية الغربية لبلادنا آثارا سلبية من ممارسات دولة الجوار المغرب المعرقلة والمدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود إلى كوارث بيئية أدت إلى وجه التحديد إلى تدهور نوعية مياه سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية كذلك تراجع حاد في إمدادات المياه من واد غير نحو التراب الجزائري بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود مما أدى إلى تجفيف ممنهج لسد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية وعلى ضوء هذه الممارسات السلبية تأثرت منطقة الصورة بالجنوب الغربي للجزائر ما أدى إلى انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي لا سيما الكائنات الحيوانية والغطاء النباتي فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة على سكان المناطق الحدودية الجزائرية المتضررة كما شملت هذه الأضرار بالإضافة إلى استفحال ظاهرة التصحر وانحصار الغطاء النباتي في الجانب الجزائري تضرر 43 سنفا من الطيور والحيوانات النادرة والتأثير على مسار الطيور المهاجئة